تتذكرون تعريف التوحيد إمامنا الرضا عرفه لنا هو الذي أنتم عليه ولايته علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي التوحيد هو الذي أنتم عليه كلماتهم واحدة غاية الأمر أن التعابير والألفاظ تارة تكون مجملة موجزة وأخرى تكون مفصلة مبينة بحسب المقام فلكل مقام مقال وتلك هي الحكمة التي لا تفارقهم في حال من أحوالهم هم حكمة الله جل تعالى شأنه وتقدس حكمة الله أين تتجلى تتجلى في محمد وآل محمد في أتم نشآتها وفي أعلى مراتبها وفي أكمل تجلياتها التوحيد هو الذي أنتم عليه هذا هو الجزء التاسع والثلاثون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه إنها طبعته دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المائتين صفحة ميتين وتسعة وأربعين إنه الحديث الحادي عشر بسنده إنه نقل الحديث عن بشارة المصطفى بسنده عن الصدقة بن موسى عن موسى بن جعفر عن إمامنا الكاظمي عن أبيه الصادقي عن جده الباقري إنها الحاديث سلاسل الذهب والكلام كله من ذهب إنه الذهب المصفى من شفاه محمد وآل محمد على أي حال إمامنا الكاظم يحدثنا عن إمامنا الصادقي عن إمامنا الباقري وإمامنا الباقر يحدثنا عن جابر الأنصار قال قال رسول الله وإنما يحدث الباقر عن جابر الأنصار لأجل أن يصدقه أهل المدينة لا سود الله وجوه الروايات تخبرنا من أن الباقر حينما كان يحدثهم عن رسول الله كانوا يكذبونه ولكن حينما أخذ يحدثهم عن جابر الأنصار قالوا نعم فإن جابرا قد أدرك رسول الله الموازين هي هي نفس الموازين التي أنشئت عليها حوزة الطوس على أي حال فإمامنا الباقر يحدثنا عن جابر الأنصار عن رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام هنا كلام رسول الله ماذا يقول سيد الكائنات إني لأرجو لأمتي إني لأرجو ما قال إنني للتأكيد وجاء بإن هنا للتأكيد والتشديد إني لأرجو وهذه اللام للتأكيد أيضا هذه لام التوكيد إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله لماذا لأن المضمون واحد المضمون هو هو البيان الذي تقدم ذكره في مضمون بيعة الغدير المحمدية هو هو هذا بعينه في الحلقات السابقة رسول رسول الله يقول إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله المضمون هو هو الذي تحدث عنه إمامنا الرضا في حديث سلسلة الذهب المضمون الذي ذكره لأهل نيسابور والمضمون الذي ذكره لخاصة شيعته لأهل نيسابور قال لهم بشروطها وأنا من شروطها حينما كان الحديث عن لا إله إلا الله ولكن حين حدث خاصة شيعته بحديث التوحيد حين حدثهم عن ولاية علي فلم يشر إلى شروط ولا إلى شرط إنه هو هذا الذي نحن عليه كما قال إمامنا الرضا لسعد بن سعد حين سأله عن التوحيد فقال هو الذي أنتم عليه المضامين هي هي لكن الذي تحدث به إمامنا الرضا كان في مرحلة التأويل أما هذا الحديث فكان في مرحلة التنزيل وهو يوحي يوحي إلى حقائق التوحيد في مرحلة التأويل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بمسمع من جابر الأنصاري إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله حديث في مستوى الأحاديث البرزخية التي مر الحديث عنها ما بين مرحلة التنزيل والتأويل ما قاله إمامنا الرضا هو صريح في مضمون التوحيد في مرحلة التأويل إنني أتحدث عما حدث به أشياعه ولاية علي بن أبي طالب حصني أما حديث لا إله إلا الله فذلك حديث برزخي فيه علامات وبقايا من مرحلة التنزيل ولذا أضاف الإمام الرضا بشروطها وأنا من شروطها أما الحقيقة فكانت في الحديث الثاني في سورة النبأ النبأ وفي الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة النبأ يوم يقوم يقوم الروح والملائكة صفا الروح والملائكة الذين ذكروا في سورة القدر فإن الملائكة تتنزل والروح فيها في ليلة القدر تتنزل عليهم تتنزل على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والروح في تأويلهم مظهر من مظاهر الحقيقة الفاطمية هذا ما هو كلامي هذا تأويلهم في رواياتهم في أحاديثهم الشريفة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا دققوا النظر في الآية وتدبروا فيها ولو على وجه السرعة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إذن هناك جموع لا يؤذن لها وإذا ما تكلمت فإنها لا تتكلم الصواب قطعا آيات الكتاب لها آفاق فأنا لا أتحدث عن كل آفاقها ولكن في أفق من آفاقها هكذا جاء تأويلهم إنني أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي هذا هو الجزء الثاني وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 761 الحديث التاسع بسنده عن عبد الله بن حمات عن أبي خالد القماط ورواية ينقلها صاحب الكتاب عن تفسير ابن الماهيار من روائع تفسير أهل البيت التي فقدناها بقيت منها بقايا تنتشر في كتبنا من الكتب التي يتواجد فيها شيء واضح من تفسير ابن الماهيار وهذا الكتاب الذي بين يديه تأويل الآيات الظاهرة على أي حال أذهب إلى الرواية بسنده عن عبد الله بن حمات عن أبي خالد القماط عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن أبيه الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي عليه السلام وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فيخلع قول لا إله إلا الله لأن حقيقته ولاية علي أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى التوحيد هو الذي أنتم عليه أجمل تعريف وأقصر تعريف للتوحيد كل هذه المضامين تشير بشكل واضح إلى الركن الرابع من أركان عقيدة التوحيد إلى الحالة التي سنكون عليها بعد أن تستقر مضامين عقيدتنا بالأركان الثلاثة المتقدمة في عقولنا وقلوبنا فإذا ما استقرت فإننا قادرون في يوم القيامة أن نعلن التوحيد وإلا فإن التوحيد سيخلع من قلوبنا الباقر هو الذي يقول ما أنا الذي أقول إمامنا الباقر يحدثنا عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليهما إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع أو خلع الله خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية عليا لا إله إلا الله حصني ولاية علي بن أبي طالب حصني إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو لها في قول لا إله إلا الله كلامهم نور حديثهم واحد ألا لعنة ألا لعنة وبيلة على منهج مراجع النجف ألا لعنة وبيلة على عقائد مراجع النجف ألا لعنة وبيلة على كتبهم العقائدية والكلامية أقرأ الرواية مرة ثالثة أخرى عليكم كي تتلمسوا هذه المعاني في عقولكم وفي قلوبكم نحن نتحدث عن الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية ما ينعكس على ضمائرنا ما ينعكس على مكنون إدراكنا ما يمكننا أن نتلمسه من فطرتنا إنها الفطرة التي يشرق فيها نور علي ساطعا واضحا جليا بينا الباقر يقول إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا هذا هو الصواب وهذه هي الحكمة وهذا هو الحق يا أبا بصير هذه الكلمة التي لو أدركنا حقيقتها لذابت قلوبنا معها يا أبا بصير الباقر يقول له لما جاء من الكوفة إلى المدينة والرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف يا أبا بصير هل عرفت إمامك فقال إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فماذا قال له حسبك إذا هذا هو التوحيد هو الذي أنتم عليه حسبك إذا حسبك إذا إنني أقولها علي 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 هو الأول وهو الأوسط وهو الآخر وحسب إذا حسب إذا ليس لي وراء الله في دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشراء ينقله لنا علقمة الحضرمي ولذا عرف بدعاء علقمة ماذا نخاطبهم ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى إني أقولها علي 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 وحسبي إذا وحسبي وكفى نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكاف الشريف إنها الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية في الصفحة الثالثة بعد العاشرة بعد المئة صفحة مئة وثلاثة هناك باب عنوانه باب النسبة والمراد من النسبة بتعابيرنا في يومنا هذا إنها بطاقة الهوية إنها البطاقة المدنية إنها هوية التعريف بالشخصية هي البطاقة التي يحملها الإنسان معه للتعريف بشخصيته قد تكون على مستوى المواطنة في البلد وقد تكون على مستوى العمل في مؤسسة من المؤسسات بطاقة التعريف فالمراد من النسبة هنا في كتاب التوحيد في الكافي الشريف إنها بطاقة تعريف بالله سبحانه وتعالى هذا هو المراد فعينما تقرؤون باب النسبة المراد من النسبة هنا بطاقة تعريف بالله سبحانه وتعالى قطعا بحسب ما جاء عنه في قرآنه وبحسب ما جاء عنهم في تأويل قرآنه وفيما وصفوه صلوات الله عليهم في الوصف الذي وردنا عنهم لله سبحانه وتعالى مر الحديث في هذه الجهات الحديث الثاني عن حماد ابن عمر النصيبي قطعا الرواية بسند الكليني عن فلان عن فلان عن حماد ابن عمر النصيبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول حماد سألت أبا عبد الله عن قول هو الله أحد فقال إمامنا الصادق نسبة الله إلى خلقه إلى آخر الرواية الرواية طويلة وأنا لا أريد أن أقرأها بتمامها وإنما ذهبت إلى موطن الحاجة منها فحماد يسأل الإمام الصادق عن قول هو الله أحد عن سورة الإخلاص كما تسمى عن سورة التوحيد عن سورة قول هو الله أحد فماذا قال إمامنا الصادق قال صلوات الله عليه هي نسبة الله إلى خلقه فهذه بطاقة تعريف هذه هوية تعريف وردت في الكتاب الكريم وقد ورد في أحاديثهم من أنها أنزلت إلى المتعمقين في آخر الزمان ورواية أيضا في الكاف الشريف من أن سورة التوحيد أنزلت إلى المتعمقين في آخر الزمان لا أريد أن أقف عند هذه الجهة وإنما الكلام له تداعيات فالحديث جر الحديث فسورة التوحيد هي بطاقة التعريف بالله سبحانه وتعالى من هنا الصادق يقول حين سأله حماد عنها قال نسبة الله إلى خلقه بطاقة تعريف من الله بالله إلى خلقه هذا المضمون نجده واضحا في الحديث أيضا عن إمامنا الصادق وهو حديث مطول مفصل حديث الصلاة المعراجية المحمدية حينما صلى محمد المصطفى في معراجه بين يدي الله سبحانه وتعالى صلاته المعراجية في عوالم النور بين يدي الله سبحانه وتعالى حديث طويل أول حديث في الجزء الثاني من كتاب علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه أول رواية في الجزء الثاني حديث طويل مفصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 247 أنا أقرأ من المجلد الذي يشتمل على الجزعين معه من كتاب علل الشرائع فقال له من الذي قال الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وآله فقال له قرأ قل هو الله أحد في تفاصيل الصلاة فقال له قرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها الله يقول فإنها نسبتي ونعتي فسبحانه وتعالى هو الذي يقول هذه بطاقة تعريف بي فإنها نسبتي ونعتي كما قلت لكم هذا حديث طويل في الصلاة المعراجية المحمدية فقال له الله قال لمحمد صلى الله عليه وآله فقال له قرأ قل هو الله أحد كما أنزلت ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى فإنها نسبتي ونعتي حديثهم واحد كلامهم واحد سورة التوحيد بحسب ما قال الله سبحانه وتعالى من أنها نسبته وكما بيّن لنا إمامنا الصادق من أنها نسبة الله هذه البطاقة الربانية التي أنزلت للمتعمقين في أخر الزمان وردت بخصوصها روايات وروايات وروايات وأحاديث 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 أقرأ عليكم رواية مما روي عن رسول الله هذه الرواية حدثنا بها عبد الله ابن عباس عن رسول الله أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة صفحة ثمانمية وستين الحديث الأول فيما يرتبط بسورة الإخلاص مجموعة من الأحاديث لا أجد وقتا لقراءتها وكل حديث يشير إلى جهة من الجهات أخذت هذا الحديث أنموذجا عبد الله ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل قل هو الله أحد في القرآن نحن في عصر التنزيل هناك ارتباط واضح بين علي وسورة التوحيد وهناك إشارات كثيرة في رواياتنا في أحاديثنا فعلي كان يسلي بها دائما وهناك من الأحاديث ما يشير إلى هذا المضمون في زمان رسول الله وحتى بعد زمان رسول الله يعني في عصر التنزيل وفي عصر التأويل وإذا وجهتم أنظاركم إلى كتب الأدعية والصلوات المندوبة والنوافل فإن الصلاة الخاصة بعلي السورة التي تقرأ فيها سورة التوحيد بينما الصلاة الخاصة برسول الله فإن سورة التي تقرأ فيها سورة القدر والصلاة الخاصة بفاطمة فهي الجامعة بين الحقيقتين تقرأ فيها سورة القدر وسورة التوحيد هي القيمة صلاتها فيها رمزية إلى قيممتها فهي أم أبيها وهي القيمة زمان علي وزمان محمد وزمان الحجة بن الحسن وذلك دين القيمة لا أريد أن أعود إلى هذا المطلب تقدم الحديث فيه لكن الكلام هو الذي قادني إلى هذه النقطة عودوا إلى كتب الأدعية في المفاتيح أقرأ تفاصيل صلاة رسول الله وصلاة الأمير وصلاة فاطمة صلاة الأمير التي تعرف بصلاة علي السورة التي تقرأ فيها التوحيد وشهر رجب الذي هو شهر علي شهر رجب شهر علي صلوات الله علي شهر رجب لا أتحدث عن ولادته هو مولود في شهر رجب كما نعرف ذلك لا أتحدث عن ولادته شهر رجب هو شهر خاص بعلي مثلما شعبان شهر خاص برسول الله فالشهر الخاص بعلي هو شهر رجب إنه شهر التوحيد اقرأوا أدعية شهر رجب إنها أدعية التوحيد أعمق معاني التوحيد جاءت في أدعية شهر رجب ومر علينا الدعاء الذي قرأته عليكم المروي عن إمام زماننا اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك المأمونون على سرك هذا الدعاء الذي جاء فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا الدعاء مر علينا في الحلقات المتقدمة كيف أن الأركان الأربعة لعقيدة التوحيد تظهر واضحة جلية فيه هذا مثال من أدعية شهر رجب ولكن عودوا إلى أذكاره وأوراده أهم ذكر من أذكار شهر رجب سورة التوحيد يستحب أن تقرأ وبعدد يصل إلى المئة في اليوم أو إلى الألف إذا كان الإنسان قادرا على ذلك يستحب الإكثار من قراءة سورة التوحيد في شهر رجب هناك علاقة بين علي وبين التوحيد وهناك علاقة بين علي وبين سورة التوحيد ولا إله إلا الله حصني وولاية علي بن أبي طالب حصني فهذه الرواية تمثل جانبا أنا لا أستطيع أن أغطي لكم كل المعاني قلت لكم فيما تقدم من كلام من أنني ما جئتكم إلا بجزء يسير بنسبة واحد بالمئة جزء يسير من واحد بالمئة مما جاء مذكورا في كتابهم المفسري بتفسيرهم وفي أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم فيما يرتبط بموضوع التوحيد أعود إلى الرواية رسول الله يقول للأمير يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثلي قل هو الله أحد في القرآن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله إنه انعكاس لمضمون الفطرة في تكويننا لا إله إلا الله أولا محمد رسول الله ثانيا علي ولي الله ثالثا يا علي يا علي ما أحلى هذا الاسم يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثلي قل هو الله أحد في القرآن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله وكذلك أنت يا علي من أحبك بقلبه فقد أحب ثلث الإيمان ومن ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أحب ثلثي الإيمان ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد أحب الإيمان كله تتذكرون كلمة رسول الله في يوم الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله وذلك كان في عصر التنزيل وحتى هذا الحديث من أحاديث عصر التنزيل التي تقارب مضامين عصر التأويل التوحيد كله علي الإيمان كله علي الدين كله علي الحقيقة كلها علي بل إن الحقيقة تدور حول علي فالحق يدور معه حيث ما دار هذا هو علي الذي يفتي مراجعكم من أن ذكره في التشهد الوسطي هو الأخير يبطل الصلاة ألا تف على هذه الفتاوى ألا تف على هذا الفقه ألا تف على هذه المرجعيات علي هذا ذكره يبطل الصلاة وكل هذه الأحاديث هي في مستوى مرحلة التنزيل التي نسخت علي في مرحلة التأويل علي آخر علي آخر نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها صفحة 614 إنه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب فضل القرآن الحديث العاشر بسنده عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الصادق انتبهوا إلى هذه الرواية المهمة من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات إنها الصلوات المفروضة التي تعرفونها من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقول هو الله أحد قيل له من الذي قال له إنها الجهات المسؤولة الجهات المسؤولة سيدها الحجة بن الحسن والذين يتابعون ما يجري الملائكة الذين هم جند عند الحجة بن الحسن قيل له يا عبد الله لست من المصلين أنت تتوقع أنك من المصلين لماذا لأنك يا أيها المصلي ما جئت ببطاقة التعريف الإلهية والتي تشير إلى علي في كل اتجاهاتها وبعد ذلك يقولون لكم إن ذكر علي يبطل الصلاة وحينما أقول ذول عقولهم معقول قندر عتيقة تعترضون علي ما هذا هو حديثهم وهذه كلماتهم الواضحة اجمعوا اجمعوا بين هذه المعطيات مع أنني ما جئتكم إلا بنزر قليل بنزر قليل من المعطيات الوقت لا يكفي ماذا أصنع لهذا الوقت جئتكم بنزر قليل من المعطيات صدقوني كل الأحاديث التي في هذه الكتب وكل القرآن إذا أردت أن أعود إلى تفسيرهم كل هذه المعطيات تصب في نفس هذه الجهة فماذا أفعل لعلي علي هو هكذا ماذا سأصنع له عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقول هو الله أحد قيل له يا عبد الله لست من المصلين أروح شوف لك شغلة ثانية يا عبد الله لست من المصلين أما هذا الذي يعتقد أن ذكر علي يبطل صلاته ولا يذكر علي بعنوان الذكر الواجب القطعي بل هو الأوجب بل هو طهارة الصلاة طهارة الصلاة ليست بالوضوء وهذا الكلام ليس كلاما مجازيا ولا كلاما من عندي هذا الحديث موجود في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن طهور الصلاة الأعظم ولاية علي هذا ما هو حديث الطهور الأعظم ولاية علي وطهور الأعظم على مستوى الألفاظ ذكر علي صلوات الله وسلامه علي فهذا الذي لا يقرأ سورة التوحيد في صلواته اليومية في مجموع صلواته اليومية يقال له يا عبد الله لست من المصلين أما هذا الذي يبني صلاته على هذه النية استنادا إلى فتاوى هؤلاء الذين عقولهم قنادر عتيقة في النجف فيصلي بهذه النية من أنه لا يذكر علي لا يتأدب مع علي ويذكره مع ذكره لله ولمحمد صلى الله عليه وآله يبتر ذكر علي بهذه النية من أنه لو ذكره ستكون صلاته باطلة هذه صلاته غائطه الذي يتغوطه في المراعط أطهر منها عليه أن يطهر صلاته بغائطه فغائطه أطهر من صلاته هذه أي صلاة هذه سر الطهارة لصلاتنا ذكر علي ذكر علي هذه الفتاوى لا تلقوا بها في المراعط لأنها ستنجس المراعط فتاوى مراجعكم ذول اللي عقولهم قنادر عتيقة أنني أتحدث عن مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط أنني قاصد وهادف ولست منفعلا أبدا ولذا ستبقى هذه الكلمات موجودة في برامجي على شاشة التلفزيون وعلى شبكة العنكبوتية أقول هذا الكلام ليس على أساس ردة فعله هذا واجب شرعي علي يجب أن أؤدي كي أضع النقاط على الحروف كي تعرفوا حقيقة ما يجري حولكم وكي أعلن براءتي الفكرية بشكل واضح بين يدي إمام زماني وعلى رؤوس الأشهاد على رؤوس الأشهاد فعينما أأتي يوم القيامة أقول إنني تحدثت في البث المباشري عبر الأقمار الصناعية وعلى رؤوس الأشهاد بهذه الحقيقة فلا تحشروني معهم آل محمد لست من هؤلاء لا شأن لي بهم أكانوا من أهل الجنان أم كانوا من أهل النيران وكنت أنا أم كنت من أهل الجنان أم كنت من أهل النيران لا أريد أن أجاورهم لا في الجنان ولا في النيران هذه هي حقيقة ما أقول من الآخر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر